قام سيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظة المحافظة الشمالية بزيرة إلى منطقة كرزكان لإطلاع على الأعمال المنجزة التي قام بها المحكمون بقانون الأحكام البديلة بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة وتكون برنامج التهيل والتدريب المحكمين بعقوبات بديلة عوضا عن العقوبة سالبة الحرية مثل قيام بعمل الصيانة وتقليم الأشجار وإزالة المخلفات الزراعية للمحافظة على البيئة في كرزكان وذلك بالتعاون وشركة مع إدارة الوقاية من الجريمة وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ووكالة الزراعة وتروة البحرية هذا هو شهد المحافظة العصفور بكافة شركاء ذات العلاقة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكم عليهم ومساهمتهم في تقويم سلوك المحكمين وتسهيل اندماجهم في المجتمع وهم يعكسوا مظاهر تطبيق حقوق الإنسان في مملكة البحرين وفق منظومة التشريعات المتطبرة